معنا هاتفيا من مدينة غازية عنتاب الكاتب والمحن السياسي سوريا سيد حافظ قرقوت مرحبا بك سيد حافظ إذن جيش بشار أعلن اليوم القطع الجنوبي من الغوطة الشرقية خاليا من المسلحين ما تعليقك؟ يعني أول شيء تحييي لكم للمشاهديكم هذا بالتأكيد نتيجي يعني إن أعلن أم لم يعلن هكذا كان الاتفاق وهكذا انتهى تقريبا قبل أربع أو خمس ساعات يعني أعتقد المساء خرجت آخر قافلة من تلك المنطقة نحو الشمال نأمل لهم السلامة ونأمل أن يعودوا كرماء إلى بيوتهم كما كانوا هناك بعد أن يزول هذا الاحتلال الأسدي والإيراني والروسي بهذه البلاد بجميع الأحوال هذا ما آلت إليه الأمور بعد انكفاء دول العالم عن دعم حرية وتطلع الشعوب إلى الكرامة الشرق الأوسط وبالذات سوريا لا يلام المدنيون أمام جبرود دول كبرى بقصفة هذا الشعب وأكثر من 66 ميليشيا إيرانية تعمل على الأرض السورية بالإضافة إلى أن الدول العربية للأسف تخلت عن واجبها القومي وحتى الإنساني تجاه هذا الشعب وحتى عوضا عن أن تفعل عدوه نلاحظ أن هنا وهناك بعض الشمات حتى بمصير المدنيين السوريين للأسف هذا ما آلت إليه الأمور لكننا التاريخ سيسجل ونحن سنسجل لأن هذه البقعة الجغرافية التي كانت مهد الحضارات خذلها العرب عندما السوريون يبحثون عن حفاظ على إرثهم وتراثهم الذي يعود إلى ألاف سنين كان بعض أخوتنا العرب يبحثون هل بقي مرافق للترفيه في جوار دمشق أو مراقص أو سلسلة الدراما كانوا ينتجونها ماذا سنقول طيب برأيك لماذا تستثني روسيا جيش الإسلام من خطة التهجير يعني بجميع الأحوال أعتقد بأن في دوم الآن عدد كبير من المدنيين ما زالوا هناك مع جيش الإسلام حتى الآن تجري مفاوضات لا نعرف إلى ماذا ستنتهي هذه المفاوضات بعض الأنباء ذات تتسربت يقال بأنها قد تتم صفقة ببقاء بعض عناصر جيش الإسلام هناك لإدارة الأمن بالتعاون مع وجود رمز للنظام داخل دوما حتى الآن لم تنتهي تلك المفاوضات ربما إذا وصلوا إلى حل وسط نخفف رحيل المدنيين عن بيوتهم لا أدري إلى ماذا ترمي روسيا ببقاء تواصلها مع جيش الإسلام نحن نصب الآن أن نعطي رأينا بما يجري في دوما هل دوما أدرى بشعابها كما يقال لكن أعتقد أن الفصائل منذ أن تناحرت فيما بينها هي أدت إلى أن يضعفها المفاوض الروسي والنظام الأسد في هذه المواقف الصغيرة حقيقة ولا تليق بهذه الثورة العظيمة طيب أعلان إخلاء الغوطة الشرقية من المسلحين تزامن مع الغارات الروسية على مدينة إدلب هل تنتظر إدلب مصير الغوطة ذاته؟ بالتأكيد كل سوريا تنتظر كل باقي سوريا التي بقيت تحت فيطرة المعارضة أو خارجها عن سلطة النظامية تنتظر ذات المصير إن لم يكن ترحيل قد يكون أعلانها أعلانها الولاء لهذا النظام تحت تلك الضربات إن لم يتدخل حدا دولي بشكل كبير وواضح لردع هذا النظام إن بقي النظام يعطى هذه الفرصة الزمنية وأن يتجاهل مجلس الأمن ودول العالم حتى تلك جرام التي سربت إليه إن كان داخل السجون أو القصب الكميوي النظام بالتأكيد يعني هو يتصرف مع الشعب السوري قاتل أو مقتول لا يتصرف مع خصم سياسي طريقة السياسيين أو نبل الخصم هو يتصرف مع كامل الشعب السوري قاتل أو مقتول انظر ماذا كيف ودع بعض منهم المدنيين المهاجرين من بيوتهم للأسف يعني أن يكون مستوى الأخلاق العربية لم نرفها من ألاف سنين العرب كانوا يتعاملون حتى مع خصمين بقوة يقول أن خصمها كان قوي وأنا كنت أحارب سجل قوي لم أكن أحارب أقفال ونساء لكن هذا النظام خرج من كل القيام ومدرسته إيران في ذلك أشكرك شكرا جزيلا مدينة غازي عن تابة تركيا كاتب والمحل السياسي السوري سيد حافظ قرقوطة